حصار جديد يفرض على تعز مع ظهور حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا حيث قررت السلطات المحلية إغلاق منافذ المحافظة ومراكز التجمعات والأسواق والمساجد السلطة المحلية في تعميم لها صدر عن محافظها نبيل شمسان أفادت بأن هذه الإجراءات ستستمر لمدة إسبوعين يمنع فيها دخول الوافدين معد البضائع الغذائية والطبية وسيتم وفق التعميم تقييد حركة التنقل الداخلية وتعليق كافة الصلوات في المساجد وإغلاق مراكز التسوق وتكثيف حملات النظافة وتعقيم الشوارع والأسواق والأماكن العامة هذه الإجراءات الاحترازية بحسب التعميم الرسمي أتت في سياق الوقاية من وباء كورونا بعد إعلان الحكومة عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تعز لتكون ثالثة محافظة تعلن فيها حالات إصابة بعد حضر موت وعداً لترتفع عدد الحالات في اليمن إلى سبع حالات وحالتي وفاة وفق اللجنة الوطنية للطوارئ ظهور حالة إصابة بالوباء واسع من حجم التخوفات على تعز التي تعد من أكثر المحافظات اكتضاداً بالسكان فضلاً عن الأسواق المزدحمة والشوارع الضيقة والمنازل المتزاحمة الوضع الصحي في مدينة تعز وأريافها سيء للغاية مستشفيات منهارة وأمراض وأوبئة وشبه عدام لمستلزمات الرعاية الصحية في ظل شبه غياب للكمامات من الصيدليات ما يعقد المشهد الصحي في تعز هو وضعها الاقتصادي الصعب وفقدان فرص العمل بسبب الصراع الداخلي وحصار ميليشيا الحوثي وهو ما يضع سكان تعز بين تهديد كورونا ونار الفقر والمجاعة